على ضفاف نهر دجلة افتتح فريق تراث الموصل التابع لبيت التراث الموصلي أول متحف يعنى بالتراث الموصلي والهوية التاريخية للمدينة ويقع متحف بيت التراث قرب قلعة قرسراي في الجانب الأيمن من الموصل ويضم في أروقته نماذج لأقدم المقتنيات المنزلية والتحفيات التي ما تزال شاهدا حيا على تراث المدينة الغني بيت الارحيم هذا الذي تبرع به أصحابه ليكون متحفا تراثيا يعكس معالم الموصل العمرانية التي تروي تاريخ المنازل الموصلية من العمارة والأقواس والفرش الموصلي والإيوان والسرداب هذا المتحف بالإضافة إلى أول متحف افتراضي انشئ في مدينة الموصل من خلال عرض المواقع الأثرية والتراثية التي تم تدميرها خلال الحرب على داعش بالإضافة إلى الحفل الذي قيمه في بيت تراث الموصل لاقى حقيقة دعم كبير من قبل الأهالي ووجود وحضور وتفاعل كبير جدا اليوم وشوف زوار يوميا للمكان وتفاعل كلش قوي تقنية الواقع الافتراضي السمة البارزة التي تميز متحف بيت التراث الموصلي حيث تتيح التقنية للزوار مشاهدة أهم المعالم التاريخية التي دمر الكثير منها بسبب الحرب بالإضافة إلى تقنية الـ VR التي تأخذنا أحد معالم مدينة الموصل مثلا جامع النوري وكنيسة الساعة ونبي يونس ندخلينه يعيش عالم افتراضي نحن نأمل أنه جهة أو جهة مانحة تدعم حتى يكبر هذا المشروع ويساهم بأكبر عدد ممكن من معالم مدينة الموصل ويكون خطوة أكبر تساهم أكبر للتعريف للمدينة وخدمة لها وبصرف النظر عن إمكانية تلقي متحف بيت التراث الموصلي للدعم الحكومي من عدمه مستقبلا يؤكد القائمون على المتحف أنهم يسعون إلى أن يمثل المتحف كل ما يخص الهوية التراثية لهذه المدينة وأن انطلاقتهم هذه ما هي إلا بداية في طريق تطوير المتحف وتوسيعه ترجمة نانسي قنقر